أهلا بكم من جديد أكد سعادة عمر حمد بوشهاب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان ورئيس لجنة رعاية المتضررين في دبي من تداعيات منخفض الهدير الذي شهدته الدولة مؤخرا أكد أن توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي برفع كفاءة وسرعة استجابة كافة الجهات المعنية في حكومة دبي وتعزيز جاهزيتها الكاملة في التعامل مع تداعيات الحالة الجوية الاستثنائية كان لها أبلغ الأثر في إيجاد الحلول العاجلة اللازمة وفقا لدراسة دقيقة للوضع الميداني لمختلف المناطق المتضررة في الإمارة وقال سعادته إنه ضمن توجيهات سمو ولي عهد دبي وبمتابعة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم رئيس اللجنة العليا لإدارة الطوارئ والكوارث بدبي بإنشاء لجنة لدراسة جميع طلبات المتضررين من المواطنين وتحديد كيفية معالجتها مع إعطاء أولوية لصيانة جميع منازلهم المتضررة وإعادة تأهيلها فقد تم تخصيص الرقم الظاهر أمامكم على تطبيق واتساب لاستقبال طلبات الدعم من المواطنين المتضررين